هذا وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مرسم توقيع بروتوكول للتعاون بهدف تقديم مئة منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخري الثانويات العامة للمتفوقين من أبناء محافظات صعيدة يأتي توقيع بروتوكول تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتح السيسي بإتحاد الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيدة لدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار مبادرة مئة حلم للمستقبل التعليم بالعاصمة الإدارية هذا وثمن رئيس الوزراء المبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيدة حيث تتيح لأبنائه فرص تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر